كابتن فتحي مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر ومراقب ومحاضر في الاتحادين الأفريقي والدولي مبين هدف أيمن أشرف وإيقاف محمد الشناوي في حيثيات في هذا الموضوع أردتها إزاي كابتن فتحي أردتها الحقيقة يعني نيجي لأول حتة الإقاف الشناوي لأخر حدث لازم نعرف حاجة يعني شوية حاجات وبعدين منها هنقول على شوية البيانات ومنها نوصل للقرار اللي هو اتخذ ده حكم أي مباراة لما بيجي حتى لما في البطرات العالمية في البطرات المحلية في البطرات القرية إمتى تبدأ سلطاته؟ تبدأ سلطاته من أول ما يخش الأستاذ من أول ناس فهم أنه هو لما يخش الملعب تبدأ سلطاته من قبل لكن السلطات فيه سلطات يقدر يوحد على قرارات إدارية وفيه قرارات فنية قرارات الفنية هي لما يخش المستطين اللي أقدر يقول دي فاول دي مش فاول ده قاوت مش قاوت دي كده أما السلطات الإدارية تبدأ من أول ما يخش الأستاذ يعني هو جاي داخل الأستاذ ومشين كده وبعدين اللعيبة جم جنبه فواحد من اللعيبة بيقول يوه ده الحكم اللي بيجينا ده حكم مثل كده وشتم فيه في اللحظة دي سهل يرفع له كارت أسفر أو كارت أحمر يطردوا ملعبش الملعبش 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 الملعب من قبل ما تبدأ فاحنا يعني يجي للقصة الشناوي ما بعد المباراة لو الحكم شاف أن أي لعب أو أي مسؤول أو إداري أو أي فرقة من منظومة كورة القدم من أي أحد الفرق جيه وتلفظ أو تكلم أو عمل له أي حاجة هتدي له كارت أحمر ولو أنا عادي جدا طيب نسأل نفسي هل هو الحكم ده إدى كارت أحمر للشناوي؟ لا ولا أصفر حتى إذن ما فيش ما هو الأحمر أصعب آه يعني الأصفر يعني إنذار لكن الأحمر ما داش أحمر فإذن أنت لما بتدي واحد كارت أحمر يعني إذن ده عمل عقوبة فأنت بتدي له عقوبة إدارية مش فنية لأنك خارج الملعب وهنا قلنا الكلام ده سلطاته بتدى منين وبالتالي طالما ما تطلعش الكارت الأحمر عشان يدي للراجل ده ما تقولش أنه هو حكت في تأريره آه يعني طالما ما فيش عقوبة إدارية قبل المباراة أو بعد المباراة وبالتالي التأرير حيقله من هذه العقوبة الإدارية ما فيش يعني أنت دلوقتي عقوبة إدارية عشان عمل إيه بتقول إنه احتك أو إنه هو جي كلمك بطريقة فأنت بتدي له كارت أحمر يبدأ قصور عندك لو أنت عايز لكنه هو أصلا ما داش هو طلب منه أنه يكتب كده طلب منه يعني إيه طلب منه كابتن كلمة دي كبيرة لأن لغاية الساعة لأن بعد المباراة بساعة وحنعرف يعني مش هنقول أسماء تكلموا معاه فالراجل قال لك لا ده هو بسرعة وكان جايه قولنا كده في الأنترو هو ده اللي حصل آه بس وما كتبش في تأريره بس الصحفي هيكتب اللي حصل بما يرد الله هو قال كده ما هو اللي سأل الحكم اللي سأل الحكم وفي حكات متسجلة يعني فيه فيه مكالمة متسجلة أن الحكم فعلا قال أن محمد الشناوي لم يخرج عن النطاق الرياضي بدليل قد ما فيش كارت يعني لازم منظومة المنظومة دي لازم تتفهم يبقى فيه كارت أحمر قدوني يقوله بناء عليه بعد المباراة حصل كذا كذا فده له كارت أحمر وأشهر كارت أحمر له وكتب في تأريره ما حدث كان مفروض لكن ده لم يحدث ما فيش كارت أحمر ما فيش كارت أحمره